جولي مراد موجودة معنا اليوم أعلمية وكاتبة وأستاذة محاضرة بالترجمة واللغات عند عدة مؤلفات بكثير من المواضيع أخيرة هتاف الروح أنتولوجيا الشعر الأرمني وهي مجموعة أشعار لشعر أرمن كبار ولكن باللغة العربية الفصحة أهلا وسهلا فيك جولي استغربت بالأول جولي مراد وأرمنية عم تقول أنه مشكل العيل الأرمنية بتنتهي بليان صح تفصيل صغير تفصيل صغير يعني اليوم بعد 103 سنين على المجازر الأرمنية 130 مش اكتار بالذاكرى يعني لحتى لنكون حدا نسي مين ما كان الظالم ولا المظلوم الضحية ولا الجلاد مش معقول يكونوا نسيوا ولكن التركية بترفض تعترف بهالموضوع مزبوط هي من 103 سنين برك الواحد يعتبر أنه مش كتار بس وقت اللي يكون فيه وجع وألم وجرح مندمة البعد لا شك أنه بيكونوا كتير طوال فمئة وثلاثة سنين تركيا ما اعترفت بعد بالمجزرة نحنا منتمنى أن ترتقي تركيا إلى مصاف الأرمن وتعترف بما ارتكبت لأنه الرجوع عن الخطأ فضيلة والأرمن ما نسيوا بعد لأنه مثل ما بيقول كارل ماركس أنه الشعبي اللي بينسى ماضي بيحكم على نفسه أنه يرجع يعيد هذا الماضي هو ذاته فالأرمن ما نسيوا ولا يموت حق وراءه مطالب فمنتمنى أنه الاعتراف أن يكون قريبا جولي خبرنا عن هتاف الروح وليش اخترت أن تكوني عم بترجمة الشعر الأرمني إلى اللغة العربية وهل أدي هالشعر الأرمن لنشوف إذا كتبوا بهالفترة على كل حال بفترة يعني كنا قبل شوية دكتور مرادة عم بيقلنا أنه من الـ 849 إلى 849 أو 849 بلشت المجازر ضد الأرمن مش بس بالـ 1915 أو 1914 بها الفترة كتبت هالأشعار أنا الأشعار الأرمنية اللي اخترتها هي أشعار أرمنية تعود إلى الحقب الكلاسيكية بدأت بالكلاسيكيين الأرمن وحتى رحت على الأنطولوجيا الأرمنية القديمة رحت على الأشياء القديمة القديمة جدا واخترتها وترجمتها لأنه حبيت أنه يكون عمل شامل وأعطيه للشعب العربي لأنه ما كان فيه حدا يعني كان فيه تجارب بس كتير خجولة بمجال ترجمة الشعر الأرمني إلى اللغة الضاد فأنا حبيت أني إلعب دور جسر التواصل وإنقل الحضارة الأرمنية لأنه الأرمن معروفين كتير بالموسيقى والتشكيل وما إلى ذلك من الفنون بس مجهولين بالنسبة للشعر فأنا حبيت أني إلعب هيدا الدور أن يكون جسر التواصل بين الشعب العربي عموما والأرمني خصوصا فذا رح نسمع شعر من عدة فقق أو رح نشوف شعر به تاف الروح من عدة مراحل من عدة مراحل إذا بدك أول شاعر أنا بختاره هو باريور سيفاك باريور سيفاك مشهور كتير عند الأرمن يعني كل الأرمن اللي عندي يسمعونا اليوم ألف تحية وباريور سيفاك بدي عرفكم عليه بالنسبة لللبنانيين الذين لا يتقنون اللغة الأرمنية أو الأرمن الذين لا يتقنون اللغة الأرمنية لأنه كمان فيه منهم بدي أبلش بشعر اسمه ونبقى من وحي المناسبة ونبقى باريور سيفاك نحن لا نميز حالنا عن غيرنا قدرنا كان ولا يزال مختلفا عن غيرنا إذا أسرنا لم ولن نأسر إلا بكتبنا وإذا سدنا لم ولن نسد إلا بمواهبنا لكن إذا ما تركنا أرضنا مرغمين حيث ما نصل وأنما نحل نبذل الجهد للكل فرحي نبذل جسور ننصب أقواس النصر نحرس نغضق بالمحاصيل نطلق الفكرة والحكمة والأغنيات نحمي من معنا من ثقيع روحه نجعله ألق أعيننا قدس أقباسنا نعيم أرواحنا نحن قليل لكن هنا جرحنا ندا نعرف التأوها من ألمنا نهزج لفرحنا الجديد ونبسم نعرف كيف ننغرز في خواصر أعدائنا وكيف نرد الجميل أضعافا ونصبح درعا لصحبنا ولأهلنا نبراسا وإذا أراد ظلما صحقنا وإذا أراد ظلما صحقنا نتحلق في الفضاء دخانا ونخمد النار المضرمة فينا وإن كان تبديد ظلمة أفقنا محتما وإن كان تبديد ظلمة أفقنا محتما نعلم كيف نمس شعلة ونلتهب وهجا نارا واحتراقا نعرف كيف نحب بنشوة ونجل من نحب باحترام وشموخ نحن لا نميز حالنا عن سوانا لكننا ندرك يقينا أن أرمن ولما لا نفخر لما لا نفخر أن لا نزال ونبقى ونزداد بعد غدا أعدادا مؤثر جدا أو بيحكي كتير عن هال عنفواني اللي عنده إياه الشعب الأرمنية وعن هال يعني الأرب اللي عنده إياه من خيه الإنسان وهذا الشغلة كتير مهمة وبتعطي عكس كل شيء عم نحكي عنه اليوم من مجازر صارت بحق شعب الأرمنية هاي بأي فترة كتبت هاي دي قديمة بس أنا بحب شير لقلو أنه أهم شيء بالشعب الأرمنية هو أنه حول المقساة الأرمنية يعني هاي دي أهم ميزة وبيحكي عنا باريور سيفاك هون أنه نحن صحيح اندبحنا قتلنا شردنا وعنينا من التهجير والعذاب ولكن حولنا كل المقاسي إلى فرح يعني وقت اللي بيقلك أنه نطلق الفكرة والحكمة والأغنيات ونحمي من معنا من سقيع روحه ونبذل الجهدة للكل فرحين ومنحول هاي دي المقساة لشو علي بتنشر الفرح هاي دي بعتقد أهم ميزة عند الأرمن يعني مش البكاء على الأطلال ومنضلنا بنفس نشتر نفس الماضي ومنضلنا عم نبكي لأ نحنا شعب بيرقص بيغني بيفرح بينشر الفرح وأهم شيء أنه شعب بيحول المقساة لتجربة إنسانية يعني بعطيكي مثل مثل أن الأرمن صار عندهم هاي المجزرة ما أخدوا وقعدوا يعني بس يبكوا بكاء على الأطلال ويحكوا عن هيدا الموضوع فيه جيزة اسمها أورورا برايز موجودة بأمريكا وبكل بلدين العالم وفيها جورج كلوني هو عضو بما أنه كمان نشيط بهو ومرته أمال كلوني من وجهه لهم تحية فعملوا جيزة اسمها أورورا برايز بهيدي الجيزة تُعطى كل سنة بـ 24 أفريل بيعملوا بيعطوها لشخص لأي جهة لأي شخص تعمل على إنقاذ أي طرف من البشرية يعني ممكن يكون بالصمال مش بس أنه يكون طائفيا منتمي إلى طرف ما وممكن يكون بالعيرة بالسورية بأي بلد وبيعطوا هيدا الجيزة بيعطوا لهيدا الشخص 100 ألف دولار وبيعطوا مليون دولار لإحقاق العدالة ومساعدة الشعوب اللي عم بتعيني من المجازر وما أكثرها يعني بس تحية كمان لعازف الدودو كعرفين علي ايه أكيد رافي تيلينجيريان رافي بيرفقني دايما بقراءة الأشعار لأنه الدودوك آلة أرمانية عريقة بركة اللي بميزة الشجن اللي فيها لأنه بس تسمعي الدودوك بتحس أنه تغرب تعرفيه يعني تعرفي أنه هيدا دودوك فيها شوي ميلو دراميكل يعني نرجع لها الترجمة والترجمة كانت صعبة هينة يعني في كتير من الشعر العربي وقوانين الشعر العربي واللغة والمعاجم اللي استعملتيه وكتير غنى نعم ما كان في صعوبة بترجمة من الأرماني للعربي يعني إذا بقلك ما كان في صعوبة بكون يعني مش عايم لشغل مرتب أكيد في صعوبة ما في شغل متقن إلا ما بده جهد أعلى رضوك في زريري جولي مجنة